أسوأ الكوارث البيئية في البلاد هكذا وصف المسؤولون الإسرائيليون انكسار أحد أنابيب النفط وتدفق كميات كبيرة منه ويغمر محمية طبيعية صحراوية في إسرائيل الشرطة قالت إن الحادثة وقع على خط أنابيب إيلات عسقلان قرب محمية عفرونا الشهيرة بغزلانها ونخيل الدوم وتقع على الحدود مع الأردن فيما أكدت أن الحادثة غير متعمد الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال الصيانة ونقل على أثره ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد أن استنشقوا الغازات المصاحبة لتدفق النفط وقدر مسؤولون في وزارة البيئة الإسرائيلية كمية النفط المتسربة بملايين اللترات فيما أكدوا وقوع أضرار جسيمة للحيوانات والنباتات وأغلق على أثر هذا الانكسار الطريق الرئيسي المؤدي إلى منتجع إيلات على البحر الأحمر من وسط إسرائيل بشكل متقطع بينما كانت فرق الطوارئ تحاول السيطرة على التسرب النفطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر